اشتركوا في القناة ازاي باتريستي انت بتعرف انه اليوم الوضع الاقتصادي بلبنان والعالم بشكل عام يعني متأثر بشكل كتير كبير بس ببقى القطاع الانتاج التلفزيوني هو الاكثر تضررا لانتعرف ان احنا منعتمد على الميزانيات الضخمة جدا ومنعتمد بتمويل اعمالنا على الاعلانات اليوم الاعلان هو شي كتير ضروري بحياة المؤسسات كلها والمهن كلها يتلا يكفوا برغم الاوضاع الاقتصادية بس بمعايير مختلفة فاليوم بيظلها الازمات بالوقت اللي هن مش قادرين يغطوا كلفة انتاجهم الداخلة فبطل فيها الميزانية للتمويل تبع الاعلانات وبالتالي ما في تمويل الانتاج للتلفزيونات وما في برامج فاليوم هيدا الشي اللي اذا بدك بدايق انه تراجعوا كتير البرامج لورا وهيدا الشي كلنا ملاحظين انه البرامج لتربيع وقفت او اختفت صح حتى يعني ما شوفهم بيحطوا برامج كتير قديمة كتير قديمة هلايك هذا الشي حلو انا ببهن المؤسسات اللي عملتوا ارجعنا شوي لزمن الحنين لزمن العائلة اللي كنا متربطين فيها اكتر قدي البرامج الاجتماعية اللي غيب يتلق عن الساحة التلفزيونية كانت تساعد كتير عالم يعني كنا نجيب مساعدات لناس عبر البرامج صحيح من 2012 لليوم كنت انا دايما اختصاص البرامج الاجتماعية مش هنسكرهم كلهم بس انه اهم برامج اجتماعية بلبنان كنت اشتغل عليها وكون جزء منها فبهو البرامج كلهم اكيد تحية لكل الزملاء المقدمين هوا البرامج اذا بدك من احمد الخط العريض لها والحرية وصولا لريما كاركا وطوني خريفة وكلهم اسيت ذاتنا اكيد اشتغلنا نحويهم انه نساعد الفقير انه نوصل قضية انه نتعب عليها فكنا كتير نقدر نجيب مساعدات لنغير حياة الناس اليوم بظل غياب هالبرامج عن جد صاروا اكتر بحاجة لانه نلاقي اذا بدك بديل لهالموضوع هاد البرامج اختفت لانه هي اكتر برامج بحاجة لدعم مادة وهلا الوضع بلبنان كنا منعارفوه اكيد خلينا نحكي اكتر بالتفاصيل عن البرامج اللي حضرتك شاركت فيها بشكل عام مثل ما قلتلك انا بلشت مسيرتي بالمجال الاجتماعي بالغلط انا عطول بقولها كانت احلى غلطة بالنسبة للي بلشت انا كنت صحافي فني بكتوب بمجالات كتير مهمة كلنا ما رأنا فيهم فمن بعد انه بالصدفة كانوا طلبوني باللبي سي تكون معهم باحمل بالخط العريض دعن بوقت اتفاجأت انه انا باستقبل فنانيين عندي برنامجة على الراديو اخذيني من هون لهون فكانت بالنسبة لقالي انه نقل كتير نوعية بس كتير حبيت ان خلتني كون اقرب على الارض على الانسان اقرب على وجهة على المواطن اقرب لا اعرف كل الانسان ببيته قدي عم يتعذب كنت تعيش بمطرح معي معتبر هيدا هي الحياة ففهمت انه لا في عالم كتير بحاجة انك تكون حدا هالاعمال كلها اكيد اثرته مثل ما قلتلك كل موزيع منهم واعلامي ترك طبعته بالعالم الاجتماعي وقدر يعمل تغيير بطريقته فهيدول البرامج التي تبدك انه جزء من حياتنا اليومية انا وكل زملائي كانت تصير حياتنا هالبرنامج يعني بس كنا بهوالحرية صارت حياتنا هوالحرية لانه انت مجندة سبع تين بالاسبوع تتسمعي وجه على المواطن تبعيله قضيته وحتى انك تساهمي بمطرح مع الدولة بانك تعمل تغيير تعرف بي احمر بالخط العريض كان مالك مكتب يكتر يستقبل حالات دقيقة وحرجة يعني ممنى هين انه يطلعوا ويحكوا هل مظبوط انه كانوا يندفع لهم يغرون بالمساري لا يشاركوا بالبرنامج؟ يا ريت كنا ارتحنا من التعب كنا نقضي انت بتعرفي بحلقات مالك مكتب اكيد هو استاذنا بالعالم الاجتماعي عند ومدرسة اكيد بهيدا البرنامج هو اكتر برنامج التعبنا فيه واذا بتلاحظي انه كل اللي تخرجوا عاملوا برامج اجتماعية لقالهم كانوا تلميذ احبر بالخط العريض هيدا البرنامج كنا لما نلاقي ضيف اللي عم تحكي عنه لكتير حالته غريبة كنا نقعد قبلها بثلاثة شهر عم مفتش وهنا اكيد بدي اشكل كل مخطير لبنان لانه كلهم ازا ردق الاحية لما اختار تسأليه بيقولك كم ضيف جايب لنا نحنا مخطير لبنان هن السورس طبعنا كانوا فهاي الخبرية جارت لهم مظبوطة كنا ارتحنا من التعب قدي هلأ البرامج الاجتماعية اللي غابت عن متل ما قلنا عن السيحة هلأ اجا بديل صار في تيفي على السوشيال ميديا صاروا كلهم عم يعملوا برامج على السوشيال ميديا قدي هيدا شي بيأثر كمان على البرامج التلفزيوني والاجتماعي صحيح بدي خبرك باتريسيا شي انه بيظل غياب اذا بدك بغد النظر عن غياب الانتاج التلفزيوني في عندك موجة السوشيال ميديا اللي اجرت من سنتين تقريبا بس السنة وخصوصا بالكورونا صاروا كلهم نجمات على السوشيال ميديا صاروا كلهم نجمات وكلهم موزيعين يعني موزيعات وكلهم بدي يعملوا برامج حواليها لأ في مواهب ظهري تأكيد بس انه اليوم نحنا بنعرف صلنا عمر بالتيفي والتيفي ما انه يلا تفضل قاعد التيفي بده تقلو فاليوم هو المواهب اللي تطلعي تأكيد تسلينا في يونا انبسطنا معون وقود لك لقلهم موفقين بس انه انا ما بعتقد انه موجة السوشيال ميديا تنتقل لتعمل اعلاميين حقيقيين بس اكيد في قصص كانت مهضومة عم بتسلينا ولكن ما بتأثر على الانتاج التلفزيوني بس بمطرح صار اذا بدك عندهم البلاتفورم طريقة لانه يهرب في المنتج لانه يوفر قوصت يعني اليوم انا كامونتج بقدر اقول انه بلا ما اطلع بهالبرنامج على تيفي ايكس وادفع عليها البودجت الخيالي تعمله لا بفضل اعمل شي لايت للسوشيال ميديا فاذا بدك خفق اخدت شوي من التيفي بس ما بتحلمترحه يعني ما بتحس انه بتلغي مجال الاعلام او يعني لأ بيضل هيدا اخد حقه واللي عنده بلاتفورم على السوشيال ميديا كمان هو بيبين على السوشيال ميديا مية بالمية بلا شك ان السوشيال ميديا انا دور كتير كبير لما قالها دور كبير ما كنت انا احدا ناشتين عليها بس انا بالنسبة لقلي انه اكيد التيفي بيضلوا التيفي وبيضلوا قيمته ما حدا بيقدر يحلمترحه خلينا نحكي شوي عن المساعدات اللي حضرتك تعرفها لا اقربوا كل المساعدات الاجتماعية بس عالي رفاعي ما خليها اضغيب على خير خلينا نحكي شو عملت كمبادرة بيضل الكورونا باتريسيا بدي هوني قبل ما احكي شي بدي اشكر زميلتي اللي هي كانت السبب انه انا فكرت اعمل هيدا الشي في زميلتي كانت معي من ايام احمر بالخط العريض ضلينا اصحاب وزملاء لليوم ديما الحجة حسامنا وجهها تحية اكيد تواصلت معي وقلت لي طب لي ما منكفي رسالتنا نحنا كل عمرنا منساعد الناس المحتاجين من برامجنا واليوم ما في برامج خلينا نكفي بطريقة معي يعني فكرنا مع بعض وقدرنا نطلع بشي اسمه متمرد مش متشرد اللي اسمعتوا فيها من فتر شهرين لليوم وقررنا انه نحنا نعمل حملة نستعين بالمشاهر بالفنانين بالوجوه المعروفة بالشخصيات اللي الاقيمتها بالمجتمع لحتى نقدر نأثر ونشيب تبرعاتها كل مرة نساعد شي فاول اذا بدك نحنا ساعدنا على العيد اللي قطع ساعدنا مئة عيلة بترابلس ليقدروا يحتفلوا بالعيد يعني كل شي معمول الألعاب للأولاد التياب كل شي بيغلين نحسوا بفرحة العيد نقينا مئة عيلة الاكثر فاقرة ونساعدنا من بعد اجد فكرة كمان كانت ديما جزء كتير كبير منها انه هي يعني بدي قطشك سوري بدي قول يعني عن جاد صدق المطل اللي قال وراء كل رجلا عظيم امرأة عظيمة يعني مننا نواجه مع اكيد مع احترامنا لكل الرجال يعني النساء اللي اندور كتير ديما من النوع اللي دايما بتحب انه تكون عم بتساعد تكون على الارض فكانت تدفعنا لانه نعمل هيدا الشي اللي عمليه انه احنا السبت بعد بكرة اللي هو زفاف جماعي عم نعمله ببريد للشمال تحتنا ببطرابلوس عم نزوج فيه خمس عشر عريس وعروس من التغو اعراسهم بسبب الاوضاع الاقتصادية فنهار السبت حنكون عم نحتفل في يون اكيد بحضور النجمة شيراز وبدي خبرك شي باتريسي انه عن جد رغم كل الاوضاع الاقتصادية الصعبة بعد اهل الخير بلبنان كتار تعرف يعني معقولة لازم الدولة هي اللي تساعد ما ساعد سبنا نحنا العالم نحنا عم نساعد بعضا يعني عن جد يعني الجوع كتير ضارب بلبنان يعني منيح بعض فيه عن جد ناس مثل افضلك انه عم يقدروا يعملوا هيك مبادرة بدي الك شي باتريسي انه انا عن جد عن جد عن جد انا ما بدي افتح الهو دعايات بس بدي اليك انه ما شكورين كل الشخص يعني حتى في عندك في دالفيرت هوم ببيروت ما جيش شي من اهل ترابلوس ديزاينر هي لبناني طلعت لفوق قده مثل الله كل الهرسين بدلتهم حتى يعني صدقيني اقل تفصيل كان الكل عم بقدموا اهل ترابلوس عن جد بيضوا وجهم معنا كتير بهاليفانت وحسستونا انه عن جد بعضهم لبناني حد بعض وكم قبل رحيتجوزهم خمس عشر واحد واكيد بدي اشكر النجمة شيراز اللي قررت يعني رح تعمل لهم جو كتير حالو بظل هالاوضاع بطارف الاعراس كلها تأجليت فنحنا حبينا نكون فرحتهم كتير حالو عن جد لانو عجلت تعرف لي انا بلاشت اسمع بفوق لما كنا عم نعمل هالا المساعدات على العيد بلاشت اسمع انو انا لطغيت عرسي انا بطلت هتجوز انا هتطلع بالعرس فقلنا انو لا لا انو فينا نكون احنا هيد الفرحة وحمد الله كل شي زبط وانو صدقيني عم حس بجو عائلة يعني كان رانيا عثمان كل الفعاليات اللي معنا البلدية رئيس بلدية ترابل ودكتور ياما كلهم عم بيكونوا كأنون عائلتنا يعني المبارح لساعة اربعة الصبح عم بيركبوا بالحديقة وليوم وعيد تأجري عندك بكير انا ماني مورنك برسن لقيتهم بعضهم عم ديناك بولستيت صح قلتلي بس حكيتك قلتلي ايه ساعة ما معنا قلتلك عشان وربع قلتلي كتير بكير انو نوي لك ما علي انا بذكرك انو عنا لايف يعني انتو هلأ عن جد عم تتعبوا بس ربنا شايف انو انتو عم ترسموا فرحة هلأ بعوجوه العالم يعني هالاوضاع اللي عم نقطع فيها من ثورة 17-20 للأزمة للكورونا يعني شي منو هايين وبتعرف هيدا فرحة العالم انو واحدة ناطرة من ناطرة تتجوز اكيد كل واحد بتحلم انو يكون عرثة ايديال وغراو مرياج بس انو احسن من ولا شي باتريسا بدي ايلك لمعت عيونن لما عم تجبلن القصص اللي بيحبوها يعني انا هيدا اكتر شي خليني من لما بلشت بالعالم الاجتماعي شدت لقلو لما عن جد بتشوفي حدا لما تبلشي معو بتكون في دمعة الحزن وتخلصي معو بدمعة فرح وهيدا الشي عجد ما بيقدر اوصفه بولا شي تاني يعني هيدا اكتر شي بيخليني اتعلق بالبرامج الاجتماعي يعني هتا شوف اي اكتر برنامج شاركت فيه وطبع بقلبك هلا كل برنامج كان له اثر معين بس انا اكتر شي اذا بدك تطبع بقلبي عاطفيا هو برنامج افي امل مع ريما كاركي اكيد موجهه لتحية مع ستريما هيدا البرنامج كان يترك اثر بقلبي لانه اللي اقلك اللي كانت قضيته مختلفة كنا احنا نشتغل على قصص انه نجمع ابن متبنى بيوروب باهله بلبنان اللي ما بيعرف عنهم شي اللي هنه اهله اللي يترك البيولوجيين باتريسيا هيدول الشهور من التعب هيدا الشهور من الركض نعرف اي طرف غيرت اي شي وصلنا تعي تقبل تعي ما يتقبل لا وقدي يكون هيدا الولد جاي انه انا مسامح انا بعرف انه امي مرة شرقية اكيد صار معا شي جبارة تتركنا بس الصدمات اللي كنا نصير فيها انه مثلا لما توصل ايه بتطلع انه مش هي يعني مرة تخيل الاسم اللي عمر هو ذاته الام طلعت عن جد عنده ولد خلق بها السنة وتخلت عنه بس هو بنت مش صاب ونحنا اللي معنا كنا العاكم من صفر يعني بتقعدكم هالصبر ولما تجمع يا حدا لما نجمع حدا عن جد عم بيشوف امه وهو ما بتعرف ما بتعرف وما بيعرفها باللحظة اللي بيغبر بعضهم بباتريسيا سادقيني مثل ما انا بهمر والدتا وانت تغمري والدتي كأنه ربوا مع بعض يعني مانا مانا هاينا ابدا انه هي والدته ببيبي تركته رجعت اجت شافته او شافتها وما كان عندهم امه رجعت شوفوا بعض ما كانوا بيعرفوا شي عن بعض وبدأ اشكر هون اكيد الكنيسة باللبنان اللي كان عندها دول كتير كبير بهالبرامج انه هن قراد يحموها الاطفال لما كانوا متركين بالشوارع ساعدونا كل عندهم حقيقة افضل بيوروب ورجعنا اليوم هن ساعدونا تنقدر نوصل للترافقات بردى الاهل اكيد لانه هن عندهم رسالة ما بيقبلوا انه يجمعوا حدا اذا ما كانوا الطرفين موافق شي مره ام او ولد ما قادر يتقبل هيد الفكرة لقيها سائلة انه انا انه بتتبني انه تبنتني عائلة مصلا ليه انت تركتيني في منهم ممكن ما رح يتقبلوا انه هي تركته لان عندها ظرف انتو عم تكر اشعر بدن لانه هيداول المواقف عم جاد كان في عالم في امهات ترفض يعني في جملة مرة قالتها ام انا ما بنسيع بتضلبي راسي دايما عم تقلها لابنت متبنات هي الامي كانت متخليها عن ابنها وفي بنت متبنات عم تفتش عن امه ام قتلى حبيبتي انت اذا فدت على مطعم اكلت ومضرأت وصوري على الكلمة فدت عطولاتي تستفرقتي يوم تطلعي وراك قتلى لأ ايو انا بالنسبة لقلعي في ناس بتقسها بتصير حجر والولاد عطول لو بيلاقوا اهلهم بيغمرها وبينبسط فيها بس اول ما بيقعدوا مع بعضهم بعيدا عن الكاميرا اول سؤال بيسألها هيالي هيك عملت تعرف اوقات الولد اللي بتتبنيه بتحبه اكتر من الولد اللي انت بتجيبه على هادان يعني اذا منشوف حياة الولد على الطريق من بالفتلة نظرنا ومنقرب او مسلا منساعده في الولاد عالطريق يمكن هولي ما لازم مسلا نساعده يجب نعلمه انه يشتغله مش انه كبينه اهلهم عالطريق يعني هيدا بعد احسن انه يتبنون مكبون هيب عالطريق يعني انه متشاردين عالطريق وهلأ بدلك شغلة انه البشع انه هلأ عم نشوف انه عم يرجعوا كتير هالسواهير يعني من يومين بيصيدة لقوا بكيس زبالي بقلب النهر يعني خلفتها للبنات تضبطها بكيس زبالي وكيبتها بالنهر يعني ما عم تعطيها فرصة انها تعيش فانه يعني يعني بعرف انه يمكن بصير معنا اغلاط بعرف يمكن بصير معنا شي نحنا مش بارادتنا بس بالنهاية فيه اديرة فيه جوامع فيه دور اي تام يعني بدنا نتخلى عن هالولد نتخلى عنه انا اكيد انا ما بشرجع حدا يتخلى بس انه عالقلين نحطه بمطرح يكون امن فيه نحطه بمطرح يكون عنده نترك معلومات يتلاقي اخات بيوم الايام يرجع لنا لانه يصدقوني انه انا كل ام اعتمعها كانت تركي ابنة بعد ثلاثين سنين وعربين سنين ما بتصدقوا الوجع اللي بتكون عيشتهم بدكت تتأثر اكتر منهم انت لانه انت عم تجمع بالاخر عم بتكبر قلوب والطرفين انت اليوم ما بتكوني اهدي مع البنت اللي عم تبكي عم تلك انا ما مصدق بس اوصل عند ماما ما قدير تكون عم تفتش علي وانت بتكون تعرف ان امه ما بده اياها هالوجع كتير صعب فعنجد هذا اكتر برنامج اثر بحياتي شخصيا يعني انت عم تحكي عم بتغسل يعني هالقدة صرحت لانك وصلت لنتيجة تفرحها قلوب شخصيا اكيد كان فريق العمل كله عم يوصل مش انا واحدة انا يعني كنت جزء صغير من هالبرنامج وكل واحد كان عم لعب دوره بالشكل الصح وان شاء الله يعني يرجع وضع البلد تصير احسن انت نقدر نكفي بهالرسالة انا بعتبر الرسالة مش برنامج اكيد 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 يعني ان شاء الله تضلك بهالهمة وهالقدة تضلك عم بتساعد على رفاعي بدأت شكرك على وجودك معي بهيد الحلقة اكيد حلقة كتير حلوة انا بدأت شكريك وتشكر القناة ومشاهدينكم وما تنسوا تكونوا معنا بفرحة العرسال بطرابلوس الله يهنيهم كلهم يا رب عنجد مشاهدينا بريك ومنتابع مع ديوفنا